اخبارنا في البداية مع كرة اليد انتعرفين طبعا منتخب كرة اليد هو المنتخب الوحيد او الاتحاد الوحيد اللي دايما يعمل توقفات وياخد لعبته ويلعب بيها مطشط ودية وده سر تفوق الكرة اليد في مصر ليه كرة اليد بتعملها تجديم على المنتخب نوصل رابع عالم تلت عالم نوصل سادس سابع عشان اللي بقول لكم عليه ده منتخب مصر بقيادة طبعا مدير الفني باستير واحد من افضل مدير فنين في العالم اختار 11 لعب من النادي الاهلي عشان ينضموا المنتخب مصر والديتين البحرين وقطر احنا لعدنا البحرين خلاص وقطر بنلعبها في هذه الاثناء الاسماني اخوان كارلوس باستيرا مدير فنين منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد اختار 11 لعب عشان يكونوا موجودين في قائمة منتخبنا الوطني في التوقف الدولي الحالي علشان نلعب مطشين زي ما قلت لحضركم البحرين وقطر الاسماني اختار من من 11 لعب من النادي الاهلي طيب هم كم لعب 21 موجودين في المواسكر ومنهم لعبها محترفين طيب من لعبة النادي الاهلي محمد عصام الطيار مهاب سعيد وعمر شريف من ولادي النادي الاهلي دول المحترفين بالإضافة للمحترفين تانيين زي محمد علي وصيف الدرع منتخبنا كان لعب الودية الأولى قدام منتخب البحرين وقدرنا ان احنا نفوز 32-25 على صارة المركز ولمبي بالمعادي وبنلعب وديك قطر دولة زي ما قلت لحضراتكم ولو خلصت قبل ما نخلص الهواء هقول لحضراتكم على النتيجة إن شاء الله منتخبنا بيستعد لإيه؟ بيستعد بقوة للأولمبياد احنا قلنا لو تفتكروا من 6-7 شهر هنغمض ونفتح لأن الأولمبياد جات الأولمبياد في شهر 8 اللي جاي؟ اللي جاي؟ احنا النهاردة في شهر مايو انا عايزة أقول لكم ان خلاص يعني هنغمض ونفتح فاكرين توكيو؟ توكيو كانت مبارح ما فيش كانت 2021 قلنا هنغمض ونفتح لأي 20-24 جه مصر هتشارك بأكبر بعثة في تاريخها في الأولمبياد عندنا لعيبة كثيرة جدا تأهلت للأولمبياد في أكبر إن شاء الله هنقول لكم بالتفصيل ولكن حتى الآن 142 لعب ولعبة تأهلوا حتى تأهلوا وتأهلنا حتى الآن إلى أولمبياد توكيو أولمبياد باريس 20-24 وهي أكبر هي البعثة الأكبر على الإطلاق في التاريخ ولكن نتمنى نتمنى الكيف وليس الكف الكيف وليس الكام يعني مش مهم العدد يكون كبير قوي بس إحنا المهمة عايزين نجيب 7 أو 8 أو 9 مدليات الممبيا إن شاء الله وكلنا ثقة بإذن الله في أولاد مصر يحققوا هذا الإنجاز الكبير